اكدت سعدة سيدة روان بن نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب اهتمام مملكة البحرين بتقديم الدعم للشباب البحريني في المجالات كافة والعمل على توفير كل السبل والوسائل لهم للانطلاق بأفكارهم وإبداعاتهم في عالم يشهد تسارعا وتنافسا في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي جاء ذلك لدى حضور سعادة وزيرة شؤون الشباب لحفل ختام برنامج فاب لاب البحرين وفي هذا الصدد اشارت سعادتها الى ان البرنامج يمثل سباقا للأفكار بين الشباب البحريني ويعتبر اضافة مميزة ضمن الجهود الوطنية لدعم الشباب البحريني وبالتوافق مع خطة وزارة شؤون الشباب لدعم المبدعين والمبتكرين من الشباب البحريني والعمل على تطوير قدراتهم ودعم اكسابهم المهارات العلمية والبحثية وتوفير الفرص لهم للاطلاع على افضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار والتصنيع وتسخير التكنولوجيا الحديثة هذا وقامت سعادة وزيرة شؤون الشباب بجولة في المعرض الذي اقيم بهذه المناسبة ويتضمن اعمال المشاركين وابتكاراتهم ومشروعاتهم كما قامت بتكريم الجهات الداعمة الفائزين في البرنامج